وفي تلك الايام اذ كان الجمع كثيرا جدا زحم حوالين المسيح في العشر مدن ولم يقل لهم ما يأكلون رجعت المشكلة تانية مفيش اكل دع يسوع تلميذه وقال لهم اني اشفق على الجمع انا الان لهم ثلاثة ايام ينكثون معي وليس لهم ما يأكلون دي معجزة تانية بس في منطقة تانية خالص المعجزة الاولانية بتاعة الخامس خبزات كانت في منطقة اليهودية المعجزة دي في منطقة العشر مدن بظروف اخرى مختلفة المرة اللي فاتت التلاميذ هم اللي جمع قالوا له ايه افرس الجمع لكن المرة دي هو المسيح اللي بيبتدي يقول لهم اني اشفق على الجمع تحلن المسيح باحتياجات الانسان لان بقى لهم ثلاثة ايام قاعدين معاه وما كلوش وما عندهمش حاجة يكلوها وان فرطهم عشان ما يقولوش طب ما تصرفهم انت مخليهم ليه روحهم كل واحد يصرف نفسه وان فرطهم الى بيوتهم صائمين يخورون في الطريق لان قوم منهم جاءوا من بعيد شوفوا حلوة المسيح عامل حساب كل واحد عارف اللي جاي من بعيد وعارف اللي جاي من قريب وعارف احتياجات الانسان ايه بيفكر في احتياجاتهم الروحية والجسدية بالتمرار من اين فاجابه تلاميذه من اين يستطيع احد ان يشبع هؤلاء خبزا هنا في البرية المرة اللي فاتت كان موضع خلاء لكن هنا برية فحراء قاحلة هنجيب لهم منين قالوا طمانت عندكم خبرة قبل كده انه هو سبعهم كان مفروض على طيل يقولوا طمانت يا رب تقدر زي ما عملت قبل كده تعمل مرة تانية كما كان هكذا يكون لكن ما فكروش في كده هنجيب منين تاني هنجيب لهم منين ربنا بيستحمل التلاميذ وبيستحملنا فسألهم كما عندكم من الخبز انتوا عندكم ايه فقالوا سبعة فامر الجامع ان يتكئوا على الارض واخذ السبع خبزات وشكرة وكسرة واعطى التلاميذ ليقدموا فقدموا الى الجامع وكان معهم قليل من صغار السمك والكلمة اليونانية صغار السمك دي بمعنى البسارية بسين البسارية سمك صغير بيملحوه عشان ما يبص ده اكل الفقر يعني فبارك وقال ان يقدموا هذه ايضا فاكلوا وشبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال وكان الاكلون نحو اربعة الاف ثم صرفهم درام ان فيه سابق خبرة معاهم لكن ما فكروش لازم المسيح هو اللي يحرقهم ويقول لهم نفس الوضع تاني بس اتلاحظوا ان المرة اللي فاتت فضل معهم اتناشر افة لكن بيتكلم هنا سبع سلال لان الافة دي كان حاجة معروفة في اليهود ليها منظر معين بينما السلال دي كان اللي بيستخدمها الامن السلال زي سبت لكن الافة بيبقى بقها واسعة ومن تحت ديقة التانية العكس من فوق ديقة ومن تحت واسعة فكان اليهود بيستخدموا الافة فرجع لهم اتناشر لان رقم اتناشر بيستخدمت باليهود لكن الامم ادهم سبع لان رقم سبع ايضا رقم الكمال كمال الشبع بس ده الرقم اللي معروف بالنسبة للامم لان سبع هي عدد ايام الاسبوع ده معروف للكل لكن الامم ما عندهمش اتناشر سبع فاكلهم وشبعهم واعطى التلاميذ والمشكلة ان في كل مرة ان المعجزة بتتم على ادين التلاميذ هم اللي بيستلموا وبيقدموا يعني حاجة لمسنها قوي وللوقت دخل السفينة مع تلاميذه وجاء الى نواحي بالمنوثة رجب مع تلاميذ وصاب العشر مردن وابتدى يتجح ناحية سخون مجدل وفينها قرية اسمها زلمانوث قرب من حدود اليهود فخرج الفرسيون واتدقوا يحاورونه استنوا استلقوا لما رجع هم ما يقدروش يرحوله هناك لان اتنظرهم الامم دول نجس فاستنوا على الحدود بعطوله رسالة واتدقوا يحاورونه طالبين منه آية من السماء لكي يجربوه من رغم كل المعجزات اللي عملها هم عايزين نشوف حاجة منك دلوقتي عايزين حاجة كده من السماء نشوفها عشان نأمن بيك هم مش عايزين عشان يتغيروا هم عايزين عشان يتفرجوا والمسيح يرفض انه يكون فرجة لكن لو دول عايزين يتوبوا ويتغيروا لو عايزين اللمسة لمسة التغيير والشفاء هيعمل لهم لكن العايز اكروبات قدامه عشان يتفرج رسيح ما بيعبرهمش عشان كده يقول التعبير التاني بقى تنهب بروحه فانفعال من غلازة قلب الانسان ورفضه باستمرار وقال لماذا يطلب هذا الجيل آية حق اقوله لكم لن يعطى هذا الجيل آية ناس اللي بهذا المفهوم مش هتاوت ثم تركهم ودخل ايضا السفينة ومضى الى العبر فهذا المكان ده مشكلة في التلاميذ ونسوا ان يأخذوا خبزا ولم يكن معهم في السفينة الا رغيف واحد خلصوا السبع فلال كلوها مش بقى معهم غير رغيف واحد في نفس الوقت وعين في مشكلة وعطاهم قائلا انظروا وتحردوا من خمير الفريسيين وخمير هيرودس الاتفاق الفريسيين مع الهيرودسيين انت هو الرياء والمظهرية خشوا بقى للعمق للجوهر ما تعيشوش في شكليات هم الشكلية اللي عندهم معهمش خبز تمنتوا كلتوا كذا مرة من قليل شبعكم ومعاكوا رغيف معاكوا الواحد يعني مش معاكوش الواحد الواحد ده ممكن يصير الفا ففكروا قائلين بعضهم لبعض ليس عندنا خبز ده احنا نسينا ناخد ايش انت عمسل نقلنا من حتة الحتة ومشينا بستفينة وناخدنا شيش عن جوء تاني فمنتوا معاكم مصدر الشبع فعلم يسوع وقال لهم هم كان معهم سبع تلال رح سئلهم سبع اسئلة اهدوا الاسئلة اللي فقالها لهم المسيح وقال لهم لماذا تفكرون ان ليس عندكم خبز اده اول سؤال لماذا تفكرون بتقولوا ليه ما عندكوش خبز الا تشعرون بعد ولا تفهمون انتم ما بتحسوش مش فاهمين ادي تاني سؤال حتى الان قلوبكم غليظة حتى الان قلوبكم غليظة ادي تالت سؤال تحد الوقت قلوبكم تقيلة مش قادرة تحس وتشعر ألكم اعين ولا تبصرون ولكم اذان ولا تسمعون ولا تذكرون السؤال اللي بعد رابع سؤال ديكم عينين شفتوا قبل كده بشبعكم مش فاكرين لا بتذكروش الخبرات اللي قبل كده حين تسطرت الارغفة الخمسة للخمسة آلاف كم قفة مملوء كثر رفعتهم كم قفة طب افتكروا بقى كم قفة قالوا له اثنة عشرة وحين السبعة الاربعة آلاف كم سل كثر ملوءة رفعتهم قالوا سبعة فقال لهم كيف لا تفهمون بعد كل دا سيح بيعلمهم بيعرفهم واحدة واحدة سبع اسئلة وجهها لهم لانهم ممكن يكلوا السبع سلال ومع هذا مش فاهمين كلوا اللي اتناشر قفة ومش فاهمين ربنا بيعمل معنا اعمال كتيرة وبنكلها وبندقها وبنختبرها لكن ما بنحسش بيها ما بنهش هاش بننساها او نتلاساها وجاء الى بيت صيدة فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه رجع تاني البيت صيدة اللي كانت فيها المرأة الكنعانية هو عايز يسيب الفرسيين ومش عايز يخش معهم في مناقشات فقدموا اليه اعمى وطلبوا اليه ان يلمسه ده اممي ده من بيت صيدة اممي وقالوا له المسه ادينا اللمسة بتعتك دهيت ما قالوش فتحه قالو له المسه بس فاخذ بيد الاعمى واخرجه الى خارج القرية عزل هو كمان قالوه تعالى معايا خده من ايده وقالوه تعالى معايا خده في خلوة واخرجه الى خارج القرية وتفل في عينيه ووضع يديه عليه وسأله هل اقصر شيئا فتطلع وقال ابصر الناس كاشجار يمشون ثم وضع يديه ايضا على عينيه وجعله يتطلع فعاد صحيحا وابصر كل انسان جليا فارسله الى بيته قائلا لا تدخل القرية ولا تقل لاحد في القرية لكن انفرد مرقص بيذكر المعجزة دي على مرحلتين انه تلمس مرتين اول مرة لمسه تشاف بس ما شافش بوضوح شاف الناس زي الشجر خيالات بس استقبل قال له شايف كويس طب انت عارف يا رب انه مش شايف كويس قال له شايفهم كده خيالات فنمسه لمسة تانية قال له شايف قال له اه شايف كويس كل واحد واضح جليا الرؤية وضحت جدا جدا بمنتهى الوضوح طب ما تقدر يا رب كنت تشفيه من اول مرة وخلاص ليه كان بيصر المسيح انه يعزل الناس ده هي خصوصا الرجل الاصم الاعقد ده كان في العشر مدن والرجل الاعمى ده كان في بيت صيدة يعني الكنين دول كانوا امميين اصر في الاول انه يعزلهم وانه هو يديهم على مراحل اولا في عزلهم عايز يقولهم انت لازم تعتزلوا عن الحياة اللي انتوا عايشينها بوسطة الامم عن النجاسة لان فعلا الامم كانوا عايشين في نجاسة لازم تعتزل عن الخطيئة لكن بالرغم من قدرة المسيح انه يشفيه من مرة واحدة الا انه شفاء على مرتين اصل الناس الامم دول ما يعرفوش حاجة عن ربنا ما عندهمش اي خلفية عن الايمان يقول له ما يقدرش يقول له اتؤمن يقول له اؤمن بايه لكن اليهود كان بيصر اتؤمن لانه عنده خلفية عن المسيح وعن عمل الله لكن الامم ده ما يعرفش غير السحر والشعوازة يقول له اتؤمن يقول له اتؤمن بايه ما عرفش حاجة لشان كده ما كانش بيسأل الناس اللي من الامم عن الايمان لكن كان بيديهم الايمان فاول مرة الانسان الامم ده ما عندوش اي خبرة قال له انت شايف قال له شايف خيالات طب انا هفعلك بقى ان ايمانك يبقى موجود وان انت تثق فيه اكتر ساعده بخطوة ده اصلا ما كانش عنده ايمان ومش هيعرف يجيبه لان مالوش صادق معاملات مع الله فهين المسيح بيساعده على انه يقامن مش قال له طب ما عندكش ايمان طب انش مفيش معجزة لا ده المسيح بيساعد الانسان على انه يوجد في حياته ايمان ثقة طب انا هعمل معاك اذا عمل زغير وبعدين لما تصدق فيه وتثق فيه العمل معايا ده ايه يكبر عشان كده عمله على مرحلتين لان الشفاء الشفاء لا يمكن يصدق الايمان بدون ايمان لا يمكن ارضاؤه لكن المسيح بيساعده انه يكون عنده ايمان وهو ده حلوة المسيح واحد يقول له طب انا يا رب ده يعني ما جربتكش ومعرفش عنك حاجة ولا قلاص ينشي بهد عني لا يقول لك طب انا هعمل معاك حاجة صغيرة وبعدين انت بقى تثق فيه وتمسك فيه هعمل معاك الحاجة الكبيرة في الاول اداله انه يشوف الناس كاشجار او كخيالات لكن بعد كده اداله انه هو يرى كل شيء واضح وجلي كانه في الاول اعطاه البصر لكن بالاولة كان محتاج الى البصيرة البصيرة يعني ايه الادراك ان الانسان يشوف الامور جلية واضحة مش مشوشة دي الانسان ما يقدرش يشوفها باعنيه دي عايزة بصيرة عايزة رؤية روحية مختلفة زي المسيح ما بيعلمنا فيه فرق بينك تكتشف غنى المسيح تعرف ان المسيح غني جدا في عطياء وبين انك تتمتع بغنى المسيح فيه فرق انك تعرف ان المسيح وتكتشف ان المسيح غني وحلو جدا جدا وبين انك تتمتع بقى بالحلاوة دهية انه يجي مرة واحدة يروح عامل ايه اغفل عنيه ليه لانه مش متعود فالمسيح الدهاله بالقدر المناسب اللي يتحمله بالتدريج زي الرجل الاصم خده بعيد عن الناس ليه ده لو فتح وابنه مرة واحدة فوقت الناس على صمارة الاصر دي هيقوله لا ايه في الهالي تاني لشان كده اخدهم في عزلة يكون اول صوت يسمعه هو صوت المسيح الرؤية ويكون اول منظر يشوفه هو صورة المسيح الحقيقية ويشوفها بوضوح حقيقة ده اللي بيعمله ربنا باستمرار معانا قد يحتاج الانسان الى لمسة تانية في مرة كده جيت ربنا لمس قلبي نحيته لكن الامور ما واتحدش قوي انا محتاج لي لمسة تانية عشان الامور توضح ايه اكتر ده انا مش محتاج لمسة تانية وبس ده انا محتاج لمسة تانية وتلتة وربعة وعشرة وده اللي احنا بنحاول نحققه من خلال الخلوة بتاعتنا او المؤتمر بتاعنا انه تبقى لي لمسات باستمرار متجددة من شخص المسيح فتبتدي الصورة تبقى جالية اكتر 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 عشان كده ان كان الانسان فينا ربنا اتلمست لمسة اولانية لكن انت لسه مش واضح والامور مش واضحة وحياتي مش مزبوطة نحتاج لللمسة التانية اطلبها اللمسة التانية نحتاج لمسة تالتة اطلبها هو لا يكف عن انه يلمس بس للنفس اللي عايز اللمسة دهيت لا يكف عن اللمس ممكن يلمسني الاف المرات وشرط الانسان ان كل مرة يحس بلمسة المسيح ليه ان الامور تتضح جالية اكتر لحد ما يقول سنراه كما هو سنراه ليس كخيال لكن كما هو نراه جاليا ثم خرج يسوع وتلميذه الى قرى قيسرية في لبوس تلعوا بقى فوق بعيد عن اليهودية كلها ومن لحظة دي يبتدي الانجيل يتحول بقى لحاجة تانية خالص وقت المعجزات وقت الكلام بيمتهي والمسيح يتدي سلم تلميذه سر الصليب الى قرى قيسرية في لبوس وفي الطريق سأل تلميذه قائلا من يقول الناس اني انا ايه رأي الناس فيا بيقولوا عني ايه فاجابوا يحنى المعمدان واخرون اليه واخرون واحد من الانبياء حتى تانية زودوله ارمية فقال لهم وانتم من تقولون اني انا دا رأي الناس اختلفوا علي طب انتو رأيك ايه دا اللي يهم المسيح مش ارأي الناس لكن رأيك انت عنه ايه فاجاب بطرس وقال له انت المسيح فانتهرهم كي لا يقولوا لاحد عنه عجيبة احنا عارفين ان الانتهر دا بتاع الايه الشياطين قالوا طب ليه بتنتهر يا رب من تقبلت منه لكن حيشوف دلوقتي ليه هو بنتهر وابتدأ يعلمهم قال لهم بس بقى احنا بعيدة عن اليهود والكتبة والفرسيين ورؤساء الكهنة عشان عايز اعلمكم حاجة خطيرة جدا وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية ان يتألم كثيرا ومش شوية الم خفاف كده لا دا يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل مش بس الم كثيرا لكن يصل الى حد الموت وبعد ثلاثة ايام يقوم بدأ يتألمهم سر صلبه وموته وقيمته وقال القول علانية كان بيقول الكلام دا قدام الكل عشان كل تلميذ يعرفه حتى يهوزة يعرفه فهنا بنشوف المسيح بيصدق وينبغ بآلامه وبصلبه وبموته وبقيمته عشان كده حب انه يروح في مكان يسلم التلميذ السر دهوت صحيح في الاول ما كانوش فهمينه لكن استلموه حطوه في ذهنهم وقدروا يفهموه بعد الايامة وبعد حلال الحلول والروح القدس فاخذ ابوترس اليه راح ابوترس خضيه على جنب كده قاله بس تعال انتكلم مع بعض شوية ايه الكلام اللي انت بتقوله دا دا انت رجاءنا دا انت المسيح المنتظر دا انت اللي بتعمل اعمال جبارة ايه بقى تتقلمه ايه تموته ايه تقوم دي حشاك يا رب قاله ما تعملش كده وابتدأ ينتهله فالتفت وابصر تلاميذه هو بوترس اخده على جنب راح المسيح نتكلم علانيا قدام التلاميذ كلهم فانتهر بوترس قائلا اذهب عني يا شيطان لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس انت بتتكلم بمشاعر بشرية انت بتتكلم باهداف بشرية انت عايزني موجود عشان تاخد لك منصب انت عايزت تبعيدني عن الصليب انت الشيطان بيتكلم من خلالك عشان كده في مرة حاول الشيطان في التجربة على الجبل مباشرة يقصي المسيح عن الصليب فهنا بتيجي التجربة من صديق قريب جدا للمسيح بوترس اللي المسيح بيحبه لكن المسيح كاشف كويس ان الكلام ده مش كلام بوترس ده كلام الشيطان عشان كده احذر من التجربة اللي بتجيلك عن طريق صديق لانها اشنع وافزع من التجربة اللي بتجي مباشرة من الشيطان عشان كده نشوف انه هنا ما سجلش بقى حتة وباكة سمعان ابني يونى ان لحمن ودمن لم يعلن لك ولكن ابي الذي في السنوات وانت بوترس وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي وابواب الجحيم لم تقو علىها ما تكتبها لان ما تكن حاضر الموقف لكن مرقص ما كتبهاش لان بوترس هو اللي كان بيحكيله فبوترس تجند انه يتكلم عن الجزء اللي فيه مديح ليه لكن يتكلم عن انتهار المسيح ليه فهنا المسيح بيقدم لهم ذاته من خلال الموت ومن خلال الالم لكن في نفس الوقت فيه رجاء القيامة لان في موته هتموت كل الخطايا لازم هو يموت من اجل ان الخطايا كلها تموت وينتهي سلطانها ونسمع الاية اللي بيقولها بوليس رسول الخطيئة لن تسودكم فيما بعد لان المسيح مات وفي موت وماتت كل الخطايا وكل سلطان للخطيئة وكل سلطان للإسم ودع الجمع مع تلاميذه وقال لهم بطرس عايز يكلمه كده عن الفراد قال لا طب اسمعوا بقى الكل مش بس التلاميذ ده كل الجمعة تسمع بقى تسمع ايه سر الصليب ان الصليب مش بس للمسيح لكن لكل واحد فينا وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني العايز يمشي معايا مش انه يقصيني عن الصليب لكن يجي يشير الصليب معايا ويحط الصليب كعلامة ضرورية جدا لتبعية المسيح عيبان لسه قدام وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويدبعني ولقى بيزود لنا حتة كل يوم يحمل صليبه ايه كل يوم مش مرة وخلاص لقى زود حتة كل يوم فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها يعني بدور على ذاته ومزاجه حيضيعها ومن يهلك نفسه من اجلي ومن اجل الانجيل فهو يخلصها ان كل جهاد روحي وكل صليب وقلم من اجل المسيح ومن اجل الانجيل كلمة ربنا وهنا بيربط نفسه بالكلمة بتاعته المسيح والانجيل واحد لان الانجيل ايه هو المسيح المعاش الانجيل معناه البشارة المفرح مش ارسلهم قال لهم بكريزو بالانجيل ما الانجيل ما كانش مكتوب الانجيل ما هواش الورق المسيح ما سلمناش شوية ورق المسيح سلمنا ايه حياة متعاش الكلام الذي اكلمكم به ايه البشارة المفرحة مسيح سلمنا حياة معاشة ما سلمناش شوية ورق مش كتاب انزل مسيح سلمنا بشارة مفرحة والبشارة المفرحة هي شخصه هي المسيح ذاته لانه ماذا ينتقى الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه ايه اللي حيفيدك لو كسبت واخدت كل حاجة في العالم في الاخر نفسك دي ضاعت كل اللي انت خدته هيعملك ايه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه هتقدم ايه فلوسك شهوتك متعتك لزيتك مش هتقدر تخلص نفسك لان من استحق بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق اللي مش عايزني ومكسوف مني مش عايز يعيش معايا ويعلني لانه مبسوط بالفسق وبالخطية وباللزة وبالاسم فان ابن الانسان يستحي به متى جاء بمجد ابيه مع الملايكة القديسين اللي مش عايزني ابن الانسان يستحي به مش معناها واحدة بواحدة طب انت مش عايزني انا كمان مش عايزك لا بس يعيزون انت مش عايزني مش هكون ليك ما بفردش نفسي عليك انت مش عايزني انت حرش لكن مش هفرد نفسي عليك ما هيش واحدة بواحدة يعني عشان كده بيعلمنا هنا المادة اللي عايز ييجي معاه ويمشي وراه بقى هل ممكن تضحي بالابدي من اجل الامور الزائلة المادية تضحي بحياتك الروحية وابديتك من انك تاخد امور زائلة مادية في ارتباط خاطئ عاطفي او في سرقة او في مادة او في غش او في خبص الضيع ابديتك من اجل امر زائل في العالم وهل انت من نوع اللي تضحي بكل امر زائل من اجل الابدية بتاعتك انت من انهي نوع الابدية دي المحك اللي بنختبر بيه كل الاشياء قبل ما اخد حاجة وقبل ما اجري ورا حاجة اسأل نفسك حاجة دي اللي انا بسع وراها وعايز اخدها بتقربني من الابدية وبتثبتني في ابديتي ولا هتحرمني من ابديتي ده المحك ده الصليب في معناه الرغم اللي انا عايزها دي بتقربني من الابدية ولا هتفقدني الابدية الموضوع اللي انا متمسك بيه ده ومنتهى خيالي وامالي ووهمي ده هيقربني من الابدية هو اللي حيضيع الابدية عليها فيه نوعين من الناس نوعب يضحي بالابدية من اجل الزائل وفيه نوعب يضحي بالزائل من اجل الايه الابدية هي ان المسيح كان واضح جدا مع التلاميذ بتوعه ما قالهمش الطريق مفروش بالورود وتعالوا بقى وحديكوا جنات تجري من تحتها الانهار ومعرفش ايه كان واضح كان قميم جدا انه كلمهم واخبرهم عن خطورة الطريق وعن ضيق الطريق وعن الصليب بمنتهى الوضوح عشان كده بطرس بياخده على جانب يكلمه في موضوع الصليب قال له لا الكلام علني الصليب ما فيهوش ترع ما فيهوش تنازل المسيح ما جيش عشان يدي الانسان حياه سهلة لكن جي عشان يدي الانسان حياه قوية حياه فيها نقاوة فيها طهارة فيها معنى لكن مش حياه سهلة كده يعني والمسيح ايضا امين في انه ما طالبش الناس بحاجة هو ما عملهاش ما طالبش التلاميذ بانهم يحملوا الصليب هو ما حملش الصليب ما طالبش التلاميذ انهم ينكروا نفسيهم وهو ما عنكرش نفسه ده اللي طالب به هو اللي ايه عملوا في الاول وقدموا عشان نقدر نمشي حملين الصليب نكرين الذات والرغبات الشريرة والرغبات المنحطة اللي موجود جوانا فابتدى بقى يعلمهم يقول وابتدى يعلمهم سر الصليب الصليب انك تحمل الصليب صليب الحب تقدم للناس محبة تقدم للناس غفران صليب الغفران تقدم للناس خدمة صليب الخدمة تقدم للناس صليب الاحتمال انك تحتمل تقول جيب قدرة منين اللي حتشيل معاه الصليب هو اللي حيديك قدرة لان اللي قاله وطالب به هو عمله وبيدي الانسان مقدرة ان يحول ألم الصليب إلى لذة وعار الصليب إلى مجد هو كفيل بأنه يعمل كده لما كلمهم عن الصليب يتكلم على الصليب مرتبط بإيه بالقيامة وفي اليوم الثالث يقوم يديره مجد القيامة معه في حد يحب بإسأل حاجة فضل